موسيقى بشكل الصورة وضعناها وديننا هذا النص بأسئلة السؤال الأول اختر عنوان مناسب للناس ثم السؤال الثاني ثم الثالث والرابع والآن سنحاول التحويل هذا الاستبيان العادي إلى اختبار كيف ذلك؟ إذن مباشرة نأتي إلى الإعدادات نضغط على كلمة إعدادات هنا لدينا عام عرض تقديمي والاختبارات إذن عام جمع عنوان بريد الإلكتروني من قبل المتعلمين إذا ضغطنا عليها فمباشرة سنطالب المتعلمين بإضافة عنوان بريدهم الإلكتروني لإرسال الأجوبة إلى تلك العنوان وهناك في الخانة الثانية يجب تسجيل الدخول التقيد برد واحد بمعنى إذا ضغطوا عليها هنا هذا المتعلم الذي سيجيب على هذا الاختبار سيجيب مرة واحدة فقط ولن يستطيع الإجابة مرة أو أكثر وهناك تطلب من المتعلمين بطبيق الحال دخول إلى جوجل إذن خلال بريده الإلكتروني إذن إذا ضغطوا هنا على هذه الخانة سأجعل من التلميذ يجيب إجابة يتقيد بالإجابة بإجابة واحدة فقط ثم الخانة الثالثة يمكن للمجيبين تنفيذ ما يلي التعديل بعد الإرسال إذن هذا في حالة إذا لم نقيد تلميذ بإجابة واحدة أما إذا قيدنا بإجابة واحدة فنضغط هنا على هذا الرمز تقيد برد واحد ثم جمع عنوين بريد الإلكتروني نأتي الآن إلى عرض تقديمي الخانة التي تعاني بالعرض تقديمي إذن في هذه الخانة تظهر لي إظهار شريط تقدم بالنسبة للمتعلمين الترتيب العشوي للأسئلة إذن إذا ضغطنا هنا على ترتيب العشوي للأسئلة فإذا كانت لديك مجموعة من الأسئلة وهذه الأسئلة تكون غير مرقامة يكون مثلا تمرين رقم واحد تمرين رقم إثنان إذا كانت غير مرقامة تمرين وسؤال تمرين الآخرين إذن الهدف من هذه الإضافة أنه بالنسبة للمتعلمين ستتفادى مسألة الغش والنقل فيما بينهم فأنا عندما أدخل إلى أنا كتلميذ عندما أدخل إلى رابط الاختبار سأجد الأسئلة على ترتيب معين زميلي عندما يدخل إلى نفس الرابط سيجد الأسئلة مرتبة بشكل آخر إذن هذا الترتيب العشوائي يكون بصفة أوتوماتيكية بحيث تستفادى مسألة النقل والغيش في الاختبار ثم رسالة التأكيد عندما ينتهي التلميذ من إنجاز الاختبار شكرا لقد تم التوصل بأجوبتكم إذن تدوينها هنا جيد إذن الإختبارات إذن هنا هذه الخانة هي المهمة جدا وهي التي ستمكننا من تحويل الاستبيان العادي إلى اختبار إذن جعل هذا اختبار أضغط عليها جعل هذا اختبار إذن تعيين قيم النقاط للأسئلة والسمح بوضع الدرجات تلقائية إذن عندما أضغط عليها مباشرة على هذه الخانة إذن سأحول هذا الاستبيان العادي إلى اختبار ثم إصدار الدرجة مباشرة هنا يعطينا خياران إما أن أصدر الدرجة التي النقطة التي حصل عليها التلميذ مباشرة بعد كل إرسال أي مباشرة بعد أن يرسل إجابته يحصل على النقطة العددية التي تمنح له أو في وقت اللاحق بعد المرجع لليدوية وفي هذه الحالة ترسل له نقطته على بريده الإلكتروني إذن هنا سنختار مباشرة إصدار الدرجة مباشرة بعد كل إرسال مباشرة بعدما يرسل الإجابة يتوصل المتعلم بنقطته العددية وفي الأسفل يمكن أن نجيب مشاهدة ما يلي الأسئلة هنا مهمة جدا بالنسبة للتغذية الراجعة سواء بالنسبة للأسادة أو بالنسبة للتلميذ إذن التلميذ عندما أضغط على هذه الخانات ويتمنح لمباشرة عندما أضغط عليها وأختارها فهنا التلميذ عندما ينتهي من الإجابة ويحصل على النقطة العددية تظهر له أجوبته الأسئلة الصائبة والإجابات الصحيحة وإجاباته الخاطئة وكذا إجاباته غير خاطئة وإجاباته الصحيحة وقيم النقطة التي تمنح له عن كل سؤال ويوجد هنا هنا المنطقة الشفافية ثم أضغط على حفظ عندما أضغط على حفظ إذن لاحظون إذن هنا التلميذ سيكون مطالب بإضافة بريدي الإلكتروني وضافه مباشرة الآن سننزل إلى الأسئلة لاحظوا معي بالنسبة للسؤال الأول يختار عنوان مناسب للنص إذن لاحظوا معي جدا سأضغط عليها هنا في الوسط وتظهر له هذه الخانة مفتاح الإجابة مفتاح الإجابة إذن هل مفتاح الإجابة هنا أضغط عليها إذن الجواب الصحيح بالنسبة للعنوان هذا الناس هو حبه في هذه الحالة هو حبه الوطن سأضغط عليها إذن هذه الإجابة الصحيحة وسأعطيها مثلا نقطة نقطة جيد إذن هنا إضافة تعليقات على إجابة إذن إضافة تعليق إذا كانت الإجابة غير صحيحة وفي حالة الإجابات الصحيحة إذن نحن سنقول في حالة الإجابات الغير صحيحة سأقول للأسف لاحظوا معي جيدا للأسف إجابة خاطئة للأسف إجابة خاطئة في حالة الإجابة الصحيحة سنقول أحسنت إجابة صحيح إذن ونضيفها هنا ثم حفت جيدا لله حلو ظهرت هنا للتعليقات أحسنت في حالة الإجابة الصحيحة أحسنت إجابة صحيحة وفي حالة الإجابات الخاطئة أقول للأسف إجابة خاطئة وهنا حدد معيار النقطة سيكون نقطتان عن هذه الإجابة الصحيحة ثم أتي إلى هنا واضغط تم جيدا إذن تهيت من السؤال الأول أنتقل الآن إلى السؤال الثاني السؤال الثاني أضغط هنا في الوسط جيد إذن ثم مفتاح الإجابة تقتضي معناه إذن هنا لدي إمكانية الإجابة على إمكانية إختيار إجابتي سأضغط هنا تتطلبه وتستوجبه وسأمنح لكل واحدة منهما نقطتان بمعناه هنا ستكون أربع نقاط أربع نقاط نفس الشيء بالنسبة لإضافة التعليقات على الإجابة إذن بحث إجابة لغير صحيحة أكتب للعسف إجابة خاطئة أو أكتب ما شيء إجابة صحيحة أكتب هنا أحسنت إجابة صحيحة ثم حفظ عيد وتم ممتاز إذن هنا ممكن أن أضيف شيئا مميزا مثلا إذا أردت أن أحصر جواب التلميذ في هذا السؤال من خلال إجابتين فقط أو خياران الجواب على خياران فقط حيث أتفادى أن يجيب التلميذ عن ثلاث خيارات أو أكثر إذن أتي إلى هذه الخانة أضغط هنا التحقق ثم هنا التحقق من صحة الرد ثم أضغط عليها إذن ستظهر لي هنا هذه الخانة إذن أقل تحديد أضغط عليها أكبر تحديد بمعنى هنا أحصر المتعلم في خياران أو ثلاثة إلى آخرين مثلا بالنسبة لهذا إجابة على هذا السؤال تحتاج خياران فقط إذن أضع على الأكثر خياران إذن أكبر تحديد هو إثنان إذن سأحصر إجابته في خياران فقط لاحظوا معي جيدا عندما أذهب إلى المعينة وآتي إلى هذا السؤال الثاني أحظوا مثلا عشوائيا أخطر خيارا خيارا أحظوا خيار أول ثاني الثالث أحظوا عندما أضيف خيار الثالث أختار ثلاث خيارات يجب تحديد إثنان من الخيارات ثلاثوا لما هو في خيار إذن أعتي دائما إلى مفتاح الإجابة أضغط على الإجابة الصحيحة تخصيصه ثم أعطيه مثلا نقطتان جيد إضافة تعليقات على الإجابة نفس الشيء إجابة غير صحيحة أكتب هنا إجابة خاطئة إجابة صحيحة أدول هنا إجابة صحيحة ثم حفظ ولا تنسوا الضغط على تم حتى يتم حفظوا الإضافات مباشرة ننتقل إلى السؤال الأخير إذن السؤال الرابع أضغط عليها في الوسط ثم مفتاح الإجابة نعمل له بإخلاص وتعليها نقطتان نفس الشيء إضافة تعليقات الإجابة إذا كانت الإجابة غير صحيحة أكتب هنا إجابة خاطئة هنا إذا كانت الإجابة صحيحة أكتب أحسنت مثلا إجابة صحيحة أضع حفظ ولا تنسوا دائما تم ثم هنا قمت بوضع بتحويل هذا الاستبيان إلى اختبار لاحظوا معي الآن تنتقل إلى التطبيق معاينة ولاحظوا قبل ذلك بالنسبة للردود صفر لما تركى أي ردود من التلميذ طب الحل أننا ننشط رابط هذا الاختبار إذن لاحظوا سألآن مثلا أرسلت هذا الرابط تخلى إليه التلميذ سيضع عنوانه البريد الإلكتروني على سبيل المثال هذا عنواني الإلكتروني اسم الكامل أضع اسمي على سبيل المثال المستوى الدراسي أختاره بشكل عشوائي مستوى السادس الفوج واحد بالنسبة للإجابات اختار عنواني مناسبة للناس أختار حب الوطن هنا تطلبوه تستوجيبوه إذن هنا أضع إجابة خير وهنا أختار مثلا إجابة خاطئة ثم إرسال لاحظوا معي جيدا إذن عندما أرسل لقد تم تسجيل وردك تقوين في الأور العربية لقد تم تسجيل وردك هذا ما سيظهر للتلميذ عندما ينتهي من الإجابة عن الإختبار ثم أضغط هنا على عرض النتيجة هذه الواجهة التي تظهر للتلميذ عرض النتيجة أضغط على عرض النتيجة أنا كتلميذ فأشاهد إجمال النقاط ثمانية على عشرة وهنا تظهر تقرير عن أجوبتي إذن سأتعرف على الأجوبة الصحيحة بالنسبة للسؤال الأول إذن إجابة صحيحة سؤال الثاني كذلك سؤال الثالث لاحظوا بالنسبة للسؤال الأول الذي أضبت إليه التعليقات هذه إجابة صحيحة فمباشرة أحسنت إجابة صحيحة جيد إذا كانت إجابة خاطئة ستظهر لذلك التعليق الذي أضبته ثم هذا بالنسبة للسؤال الثاني السؤال الثالث الرابع الذي هو إجابة خاطئة نلاحظوا معي جيدا هذا هو الإجابة خاطئة مباشرة يعطيني الإجابة الصحيحة الذي هو إذن هي بمثابة تغذية راجعة بالنسبة للمتعلم حتى يصحح خطأه بنفسه ويستفيد أيضا من من خطأه وشكرا جزيلا نتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو والفيديو المقبل بإذن الله سيكون حول طريقة إضافة شهادة تقديرية تمنحه لكل تلميذ يتفوقوا ويتميزوا في اختبار معين لا تنسوا الاشتراك في القناة بتغطية زر الاشتراك ومرحبا بكم مجددا في قناة إبداعات تنمية بشكرا